السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بحب أره بحب فيكم سامحوني غبت عنكم أكم من يوم بس عشان كان في عندي فلو حسيت اليوم أني الحمد لله أحسن فحبيت أنزل لكم هاي الوصفة والفيديو القصير رح نعمل مشروب خريفي جدا لذيذ اللي هو بامكين سبايس لاتي اللي هو لاتي الخريف مكوناته جدا سهلة وبكل سهولة فينا إننا نوجدها بالمحلات المكونات رح تكون أول شي لازم تكونوا عاملين كهوة سواء كهوة عربية أو نس كافي أو كهوة أمريكانية المتوفرة عندكم وعندنا حليب كامل الدسم فيكم تستخدموا أي نوع حليب أنتم تفضلوه وعندنا ثلج لأن المشروب رح يكون بارد فالثلج مكون أساسي وعندنا هريسة القرع العسل اللي هي عبارة عن قرع العسل أو اليقطين البوريتاء طبعا أنا عندي علبة فينا نشتري معلبات والسكر وعندنا إبهارة الخريف اللي هنا إبهارات الخريف عبارة عن كرفاء وزنجبيل بودرة وشوية من جوست الطيب أنا عندي هذه البهارات مخلوطة مع بعض في علبة إذا مش متواجدة الخليط عندكم فيكم تضيفوا في صحين طبعا ملعكة من الكرفاء ملعكة من الزنجبيل البودرة نصف ملعكة من جوست الطيب وتخلطوهم مع بعض وحتى فيكم تخلطوهم مع السكر طبعا اللهم صلى على سيد محمد طبعا هنا أول شي رح نعمله ضفنا الثلاج وبعدين ضفنا عليه الكهوة وضفنا هريسة القرع العسل وضفنا تكريبا رشة أو تكريبا أقل من نص ملعكة لكل كاسة وهون ضفت كمان رشة بسيطة من الكرفاء طبعا لأني حبيت أزود شوية طعم الكرفاء وعنا كمان كريمة الحلويات رح نزين فيها طبعا في الآخر طبعا الحليب أنا استخدمت هون حليب كامل الدسام فيكم تستخدموا حليب أقل دسامة أو أي نوع حليب تستخدموا وضفنا الحليب مع البهارات تكريبا نص ملعكة صغيرة ما تضيفوا أكتر من هيك لأن البهارات طعمها بصير مر حرقنا جميع الخليط مع بعض طبعا استخدمت للكاسة الثانية سكر الفواكه اللي هو المنوكا فروت شجر لابنتي لأنها ما بدها سكر عادي فهي تستخدم السكر الطبيعي طبعا بعد ما حرقناهم مع بعض هيك صارعنا المشروب جاهز هلا رح نعمل الخطوة الأخيرة اللي هي رح نضيف عليه الكريمات الحلويات اللذيذة اللي هو الهابي ويب كريم زينا فيه وبيعطي طعم كثير كثير طيب للمشروب جدا مشروب لذيذ ومنعش طبعا هون كمان رشينا رشة كرفة بسيطة للي بحب طبعا بتعطيها جمالية حلوة للكاسة وكمان طيبة وهيك صارعنا المشروب الخريفي اللي هو البابكنز باسلتي صارعنا جاهز إنه نتناول وما شاء الله كان كثير كثير طيب عن جد يعني الكل رح يحبه وزي ما حكيت فينا كمان نقدم هذا المشروب إنه يكون الحليب ساخن طبعا رح نستغنع عن الثلئج طبعا إذا بتحبوه إنه يكون ساخن وهيك صارعنا المشروب جاهز ما شاء الله كان جدا لذيذ وبنت كثير كثير حبته وانبسطت عليه وأنا كمان فعلا أنا متأكد إنكم رح تحبوه حبايبي إذا حبيته الوصفة ما تنسوني من تعليقاتكم الحلوة ومن طبعا للمشتركين الجدد شكرا فيكم بحب أرحب فيكم ما تنسوا تفعلوا الجرس مشان توصلكم كل إشعاراتي واستنونوا في فيديوهات ووصفات جديدة شكرا للكم حبايبي وبي باي